يا صباح الفل أهلا بكم حلقة جديدة من الرياضة الجميع لزاوي الكدرات الخاصة أصحاب الهمم وإن شاء الله بإذن الله الحلقة دي هنقدم فيها بعض التدريبات الجديدة وبعض التدريبات الصعبة شوية بالنسبة لمستويات العليا للرياضيين من زاوي الكدرات الخاصة أصحاب الهمم يلا بينا نشوف التدريب تسخين الجري وفي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها أن التدريبات اللي جاية دي كلها هنعملها سواء يمين أو شمال هنعملها مرتين يعني عشرة وبعدين عشرة سواء للجزء اليمين أو للجزء الشمال أو للمجموعات الكلية تمام؟ هنعمل جري في المكان واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة مفروض ده التامنين ده هتعمل مرة كمان يبتدي بقى دلوقتي نعمل سباحة الحرة واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة نعمل طبعا ده برضو هيبقى عشرة وبعدين عشرة كمان دلوقتي نعمل سباحة الباك واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة سباحة البرست واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة سباحة الدولفن. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. دلوقتي هنعمل ايه? هنبتدي نعمل تبادل مع الغطس بالوسط الاسفل. تبادل مع الغطس الوسط الاسفل. يمين وشمال. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بارض التمين ده هنعمله عشرة وعشرة كمان. هيتكرر مرتين. وبعدين هنسند على الحيطة ونحاول نجل بسرعة. نزوق الحيطة. نحاول نجل بسرعة. بص على وضعية الرجل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ستوب. دلوقتي هنجل في المكان مع لمس الكعب اليمينيلي. كعب رجلي يميني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. ونفس التمينيين هنعمله للجنب الشمالي. دلوقتي هنعمل الجنب مع لمس الربع ومشي الرجل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اه طبعا اه في اخر التمرين هبتلي اخد نفس كبير وفضي حيس ان انا استعيد نشاطي وحيويتي مرة كمان. باكد اه في التدريبات بتاعتنا ان كل تمرين بيبقى مرتين. وممكن نضيف المجموعة الارضي بتاعة البطن والضهر اللي كانت في الحلقة الاولى والتانية. في اخر تمريننا النهاردة. اه بحب اشكر كابتن محمد عنام اللي كان موجود معنا النهاردة في اداء التدريبات. وان شاء الله بإذن الله نلتقي على خير. اشتركوا في القناة